بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله جميعاً عندما نتحدث عن هذه الدولة وأسسها وجذورها التاريخية نجد هناك تفرد خاص عندما نقارنها حتى بأي دولة نشأت ويمكن أن نحدد هذا حتى في نظريات بناء الدول أن هذه الدولة في نشأتها وفي قيامها تتفرد بوجود قيم وأسس وجذور خاصة بالدولة السعودية فأحيانا عندما نسأل أنفسنا سؤال وسؤال مشروع من الجميع لماذا تأسست الدولة السعودية وهي المملكة العربية السعودية وهل هناك حاجة لتأسيس هذه الدولة هذا سؤال كبير وواسع أتمنى أن يصل إلى أن يطرح من الجميع وأن يحاول الإجابة عليه بناء على المعطيات التاريخية والظروف التاريخية الموجودة في تلك الفترة التي تأسست فيها الدولة ثم توحدت بعد ذلك ونمت إلى وقتنا الحاضر هل هناك داعي قبل 300 سنة لتأسيس الدولة السعودية وهل هناك احتياج؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نعود ونجيب على المرحلة التي سبقت تأسيس الدولة السعودية فمنذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين أتت بعد ذلك الدولة الأموية والعباسية لكنها انتقلت عاصمة الدولة الإسلامية إلى بلاد الشام والعراق فالجزيرة العربية خلال الألف سنة التي سبقت قيام الدولة السعودية كانت تعيش إهمال وبعد عن جوانب أو معطيات الدولة التي تحقق الأمن والتنمية وتبني فيها حوالي ألف عام وأتمنى أن يتخيل الجميع ألف عام والجزيرة العربية أو نسبة كبيرة من الجزيرة العربية بعيدة بشكل كبير عن المعطيات التنموية الجانب الحضاري والهوية والحضارة والنقوش والأشياء كلها موجودة والإنسان بعطائه لكن كدولة تستطيع أن تصون هذه المساحات الشاسعة وهذه المعطيات لم تكن متوفرة ومعطياتها لم تكن موجودة في ذلك الوقت فانتشر فقدان الأمن انتشر الجهل انتشرت الوحدات السياسية والقبلية المتعددة وهذا أدى إلى تشردم وتفكك وتعدد للقوى الموجودة في الجزيرة العربية فتجد في وسطها في نجد قوى وقبائل وفي الغرب نفس الشيء وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب تعدد في القوى وفي القبائل وفي المصالح فأدى هذا إلى تشابك وتجدر في هذه المشكلات السياسية والأمنية والتعليمية والصحية والتنموية فأصبح هناك فقدان لكل معطيات الدولة وفقدان لكل معطيات الحياة الكريمة التنموية التي تخدم الإنسان وتحقق له التنمية تحقق له التعليم تحقق له الأمن وهو الأساس الأول في أي دول تأسست الدولة السعودية الأولى منذ عام 1139-1727 ما هي الدواعي لتأسيس هذه الدولة؟ عندما أتينا إلى فكرة الدولة من الإمام محمد بن سعود ثم بدء الدولة السعودية الأولى من الدرعية نجد أن هناك معطيات وقيم تمسكت بها الدولة السعودية منذ ذلك التاريخ حتى وقتنا الحاضر وأسس الدولة السعودية قامت على أسس قيمية قامت من أجل قيم وأنا أعددها لكم هنا حتى يصل لكم هذا الأمر الدولة السعودية قامت على أسس قيمية بامتياز ولا يختلف عليها اثنين نثبتها تاريخيا ونذكرها وأتمنى أن الجميع يتفكر ويتدبر فيها ويستعيد ويقرأ التاريخ حتى تتحقق المعرفة والوعي التاريخي بهذه التجربة لها تجربة في سفينتنا جميعا وفي بيتنا صح التعبير الدولة تعتبر سفينة للجميع وبيت الجميع وليست لواحد دون آخر الأمر الأول هو تحقيق الوحدة الوطنية وحدة تجمع هذا الشتات وهذا التفرق وهذا التعدد من القوى والتعدد القبلي والصراعات والتشرد الدولة تريد أن توجد وحدة ومظلة واحدة لكل هذا التعدد الموجود في المملكة العربية السعودية وهذا ما تحقق ولم يتحقق بسهولة تخيلوا أيها الكرام الأحبة أن الألف سنة هذه تريد أن تحولها من تشرد متفكك إلى أمن ووحدة هذا يحتاج تضحيات ويحتاج نضال ويحتاج جهد ويحتاج بناء وعي وإقناع بالمصلحة المشتركة نريد أن نصنع مصلحة مشتركة لنا جميعا وهذا الذي تم تحقق الوحدة الوطنية منذ عهد الدولة السعودية الأولى واستمرت وأصبح في تجربة رائعة مثلت قاعدة وأسس أولية ثم أتت الدولة السعودية الثانية ثم أتى الموحد الإمام الملك عبد العزيز وكذلك وحد المملكة العربية السعودية حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن إذن تحققت وحدة وطنية كان هناك بارعا تشردم تجذر للمشاكل مجتمعات صحة تعبير ليس مجتمع واحد كما هو الآن مجتمعات في كل مكان مجتمع واحد مجتمع آخر ينافس المجتمع فأصبح هناك مجتمع واحد وهذا ما تحقق إذن الوحدة الوطنية وتشمل وحدة اجتماعية وحدة إدارية وحدة تنموية وحدة قضائية بكل معاني الوحدة الوطنية الأمر الثاني الأمن الأمن هو الأساس الذي كانت تريدها الدولة السعودية وتتشبث به تتشبث به من ذلك الوقت حتى الآن لن تستطيع أن تحقق الأمن أن تحقق التعليم أو الصحة أو تحقق تنمية عمرانية أو غيرها من الأمور إن لم يوجد الأمن الأمن بكل معانيه الأمن داخل المجتمع الأمن الدولة الأمن الوطني بشكل عام الأمن المائي الغذائي السبراني كل هذه قدمتها الدولة منذ البداية حتى الآن يتغير كل شيء لكن الأمن هو الأساس وهو المبدأ الأول من مبادئ الدولة أنه لا بد أن يتحقق هذا الأمن وهذا الذي تم وأصبح هناك صون لهذا المكتسبات من قادة وإمة هذه البلاد ومن المجتمع المجتمع بدأ يشعر أن هناك دولة تحقق الأمن فبدأوا يتفاعلون مع إمة ومع قادة وملوك الدولة السعودية لأن هناك مكتسبات أصبحت في دولة حقيقية دولة قيامية تريد أن تحقق هذا الشيء عندما تحققت الوحدة الوطنية وتحقق الأمن قامت الوحدة الوطنية وقام الأمن على أسس إسلام أسس الدين الإسلامي فخدمة الإسلام خدمة الإسلام من خلال هذه الوحدة الوطنية ومن خلال هذا الأمن فأصبح مبدأ خدمة الإسلام هو الأساس في كل هذه الأمور وأصبح الإسلام يخدم بشكل آخر أعطيكم مثال على خدمة الإسلام الدولة السعودية من أكثر الدول عبر التاريخ التي خدمت الإسلام والمثال أعطيكم الحج الحج قدمت لها الدولة كركن خامس من أركان الإسلام خدمات جليلة لا تتمثل فقط في الأمن والمطارات والطرق والصحة وتوسعة الحرمين الشريفين وإنما كذلك منعت أي تسييس أو أي مصالح تكون في الحج وهذه نقطة من النقاط الكبرى للدولة لأن أصبح الدين الحج شعيرة أصبح ركن يؤدى أصبح في علاقة بين الحاج مع الله سبحانه وتعالى ولا يريد أي مصالح سياسية أو غيرها فتريد الدولة السعودية عبر تاريخها أن يكون الحاج قادما إلى بيته متعبدا متنسكا لا يريد إلا أن يؤدي ركن من أركان الإسلام ولا يريد الدنيا حتى يعود كيوم ولدته أمه وهذه خدمة عظيمة جدا الدولة عبر تاريخها كانت تريد دين نقي وصافي بلا بدع بلا شركيات بلا خرافات الدولة خدمت الحرمين الشريفين والمساجد والأوقاف والجمعيات الخيرية والإنسانية وساعدت المسلمين والمنكوبين والمحتاجين في كل أنحاء العالم وكل هذه منبعها دولة لديها قيم ومجتمع كذلك وإنسان يشعر بهذه القيم ويشعر بهذه العطاة فإذا لدينا وحدة وطنية لدينا أمن لدينا خدمة للإسلام وكذلك التنمية الدولة السعودية حققت التنمية عبر تاريخها تلاحظ أن الدولة السعودية وهذا أمر مهم الدولة السعودية وجدت من العدم ما فيه معطيات الدول الأخرى التي قامت في العالم تقوم دولة بعد دولة أخرى تقوم دولة في معطيات في جامعات في مستشفيات في صحة في مدارس حتى بعد الحرب العالمية الثانية وإن كانت ساحقة وماحقة تلك الحرب أو الأولى كذلك لكن هناك كان بقايا أو شيء من الحضار لا يوجد إلا صحراء وأرض قاحلة وجبال وسواحل لا يوجد موانا لا يوجد طرق لا يوجد مدارس لا يوجد مستشفيات وهذا تحدي آخر تحدي كبير جدا يوازي تحدي الوحدة الوطنية وتحدي الأمن تخيل دولة قامت من لا شيء من لا شيء فأصبح هناك تحدي كبير غير التحدي الوحدة وينصاح التعبير فأصبح هناك جهود عظيمة جدا في بناء الإنسان في بناء التنمية في بناء المدارس في بناء التعليم والتنمية أيها الكرام أخذت الخط التصاعد يعني تضع أساس وتصاعد الآن أنت من الدول العشرين وقبل في عهد الملك عبد العزيز يعني أقل من مئة سنة نقول ما في أي شيء نواحي تنموية هذا إعجاز تاريخي بكل معنى الكلمة ونحن نقولها من القلب ونقولها بالصدق والأرقام والخط التصاعد هذا هو الذي يثبت هذا الشيء فلدينا تنمية ولدينا تنمية كذلك شاملة لكل البلد وتحاول أن تكون شاملة كذلك ليس فقط للدولة السعودية وإنما كذلك للعرب والمسلمين نقطة أخيرة كذلك من الأسس التي قامت عليها الدولة والقيم التي لدت الدولة السعودية هي العدل العدل هو الذي يحقق المساواة هو الذي يحقق الأمن الاجتماعي ويحقق السلم الاجتماعي هذه المكونات القيامية التي قامت عليها الدولة السعودية وهي عموميات والقيم كثيرة جدا لا لدى الدولة ولا لدى الإنسان ولكن أبرز هذه الحققة المتانة حققت هذا الخط التصاعد حققت الثقة بين الحاكم والمحكوم حققت الحكم الراشد الأمين الموثوق به داخليا وخارجيا وهذا هو الذي يشمننا جميعا هذه دولة ولدت من هذا الوطن ومن أبنائه لم تأتي على طهر دبابة مستعمر لم تأتي بقوة أجنبية تساعد على وجودها هو البناء الذاتي بكل معنى الكلمة من أبنائها من أهلها من أئمتها وقادتها وحققت هذا التصاعد وهذا المستقبل المامون الذي يجب أن نصونه جميعا وكل واحد منا مسؤول عن صيانته وحفظه بجهده وبوعيه وبمسؤوليته وبمشاركته الفاعلية ونسأل الله لجميع التوفيق الحقيقة أن أي دولة لها مناسبات معينة تحدد وتشخص واقعها وهويتها ووجودها ما هي المناسبات التي جعلتها توجد هذه الدولة وما هي مشروعاتها التاريخية أو إنجازاتها التاريخية التي تجعلها تحتفل مثل هذا الشيء فمثلا لدينا يوم التأسيس اللي هو يوم عام 1139 1727 ميلادي صدر قرار خادم الحرمين الشير في المكسلمان بتحديد يوم التأسيس 22 فبراير من اسمه هو يوم التأسيس يعني تأسيس الدولة السعودية لماذا وجدت هذه الدولة اللي هي دولتنا جميعا وما هي الظروف التي صاحبتها فتعلمون أن الدولة والجزيرة العربية كانت تعاني من تشرثم كبير جدا وتفكك وفقدان للأمن وقياب للتنمية والتعليم وكل هذه المعطيات التي يدركها الجميع فأتى يوم التأسيس اللي بدأت من خلال فكرة الدولة ومشروع الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود فهذا اليوم يعتبر يوم تاريخي بالنسبة لنا هو متى وجدت الدولة متى تأسس الدولة هو يوافق هذا اليوم حتى أصبح فيه عالميا أن كل دولة لها ظروفها لها أيامها لها هويتها حتى عندما تلتقي بأحد من أنت وكيف وجدت دولة كهذه ومن أسسها وكيف أسست وبناء على ماذا أسست كل هذه الأسئلة تجيب عليها الأيام الوطنية أو الأيام التي اعتمدتها الدولة لهذا الشيء في يوم التأسيس كانت الدولة لا يوجد دولة فأصبح يوم التأسيس وأسست هذه الدولة قبل 300 سنة 300 سنة هذا يعني أن هناك تجربة كبيرة جدا للدولة اللي هي 300 سنة تجربة تاريخية تجربة حضارية تجربة تنموية للدولة كقيادة وللإنسان وعندما كذلك أمر مهم عندما نقول أن الدولة تأسست في عام 1139 و 1727 ميلادية لا يعني أن ما قبل هذا التاريخ ليس تاريخا وطنيا سعوديا كل ما على المكان وكل ما كان من تجربة إنسانية على المكان في هذا الوطن الكبير هو جزء من تاريخنا الوطني السعودي كل التجربة التاريخية الديانات والحضارات والهجرات والنقوش والمعلقات وكل منطقة من مناطق المملكة تجد فيها إرث تاريخي يمتد إلى آلاف السنين هو جزء من تاريخنا نحن ورثت هذه الحضارة الموجودة على الجزيرة العربية ويوم التأسيس هو يوم وحدة وطنية وتجربة تاريخية جديدة فهذا يمثلنا جميعا هذا يوم تأسيس دولتنا جميعا قامت الدولة السعودية الأولى وحققت القاعدة التاريخية لبناء الدولة السعودية وبدأت في التجربة الوحدوية السعودية وانتهت ثم أتت الدولة السعودية الثانية لتكمل هذه التجربة وهذا النضال وهذا الكفاح من أجل الوحدة ومن أجل التنمية ومن أجل الآمن ومن أجل العدل واجهت تحديات كبيرة جدا تاريخية داخليا وخارجيا واستطاعت أن تتغلب عليها حتى أتى الموحد الملك عبد العزيز رحمه الله واستعاد الرياض ثم وحد المملكة العربية السعودية وأصبح يوم 23 سبتمبر من كل عام يوم وطني وهو يوم توحيد وتسمية المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بعد أن وحد كل أجزائها وبدأ مرحلة تنموية جديدة منذ هذا التاريخ التوحيدي عام 1351 هجرية وهو اليوم الوطني الذي يمثل هذا التوحيد للمملكة العربية السعودية وأصبح كذلك بعد ذلك أمر خادم الحرمين الشريفين بيوم العلم ذكرى يوم العلم الذي هو يوم 11 مارس من كل عام وهو ذكرى اعتماد الملك عبد العزيز لهذا العلم الذي يمثل الوحدة الوطنية يمثل العدالة يمثل الطموح يمثل الحكمة يمثل القوة في كل معالمه ودلالاته ورمزياته وكل هذه الأيام تمثل هوية كل العالم وكل الدول كل الدولة لهوية لها تجربة تاريخية تخصها وهذه الأيام تخص الدولة وتخص المجتمع وتخص الإنسان وكل شخص في هذا الوطن هو جزء من هذه الرمزيات وهذه الدلالات ومن هذه الأيام والأجيال القادمة أيا كانت هذه الأجيال هي عبارة عن تسلسل ووراثة وتعاقب أجيال هي مسؤوليتنا كل هذه الرمزيات هي رمزية هذا الوطن وتجربتها التاريخية تجربة إنسانا تجربة آباءنا وأجدادنا كل هذه الأيام عبارة عن موروث ومكاسب مكاسب لنا جميعا عندما يكون هناك مكسب فهو مسؤولية التأسيس تجربة وإنجاز تاريخي حضاري اليوم الوطني تجربة حضارية وحدوية وتنموية مستمرة يوم العلم رمز بكل دلالة المذكورة كلنا في هذه السفينة وفي هذا الإطار يمثلنا تمثلنا هذه الأيام وتمثل لا بد أن تدخل إلى أذهاننا وإلى مشاعرنا وإلى تطبيقاتنا وأعمالنا اليومية هي مسؤولية علينا جميعا هي مسؤولية دينية هي مسؤولية قيمية هي مسؤولية وطنية كل شخص يشارك في هذا الوطن هي تمثل قطرة وتمثل لبنة في البناء حتى نصل للمستقبل ونحق الأمن ونحق المسؤولية في الوراثة الحضارية وفي التجربة وفي الإنجاز الذي هو مسؤوليتنا جميعا وأمانة في أعناقنا هذا الوطن غير عادي وهذا الوطن متميز بمقدساته بإنجازاته بموقعه بتنميته بحضارته وهو مسؤوليتنا ولا نستحق أن نعيش فيه إذا لم نحتفل ونفرح ونشعر ونعمل فيه بكل جد وبكل إنجاز كل في مجاله وكل بما يستطيع ترجمة نانسي قنقر